أنا يمكن بس عندي سؤال جوهري وقد يكون ده السؤال الرئيسي في الفقرة النهاردة متبقل إيه حوالي دقيقتين ولكن عايز أخذ منك الإجابة دلوقتي طبعا الناس ظروفها مش أفضل ما يكون فأنت تعب نفسك صارف على ابنك مودي مدارس مودي دروس والولد غير مهتم وغير مدرك طبيعة المرحلة أنت يعني عايز تحطه على التراك يبدأ يذاكر يبدأ يلتفت لدروس ويبدأ يعمل كل الحاجات الطبيعية المفروض في المرحلة دي هو لأ تماما هو معاند بشكل كبير قوي إزاي ممكن أدخله مدخل سليم بحيث أن يحقق الكلام ده لمصلحته هو قبل أي حد تاني طيب سريعا لو احنا ملتكلم لحد تسع سنين فنلازم أحبيبه في المدرسة فلازم أتواصل مع المدارسين هناك نعمل له ستيكت صغير أو اللي هو مكتوب أنا بحبك جدا أن أنت تسمع الكلام وتلتزم أو حاجة صغيرة لو كان بمبنية صغيرة وعمل له تسكات أو سليم وتعبان لو سمعت الكلام في المدرسة والميس ديني فيتباك أنت كنت كويس هديك مكافأة فلونية ده لو كان صغيرين فلازم أحبيبه في المدرسة بين المكافأات السنة الأكبر شوية محتاج راكتا بيلدنج محتاج الترباة بالقصة محتاج أحطله قدوة بصد عمل إزاي محتاج أحبيبه في الإراية فأبدأ نغير دايما الهدايا بالمادة لأي الحاجات لأي كتاب هدايا نرى كتاب مع بعض نتفرج على فيديوهات لحد نجح معين أبدأ أحبيبه أو أبدأ أغيرله خريطة المخ تماما المنت الماب من نسباله بدل الهدايا والخروج أبدأ أحبيبه في الشكل التاني حاجات دي عمره ما تيجي إلا بالقضوة بالنسباله فهيحط له مانها ككتاب بيلدنج ممكن أحط له مكافأات بس فكرة العواقب أو الإجبارات هتيجي في مرحلة من مراحل مش هتشتغل معي أه طبعا هو ده الحل الأمثل يعني للصغيرين إن أنا أكتر مش بقوله الرشوة بس أكتر مكافأات سواء سري متعبان حاجات XO حاجات سمال فيز أو باد فيز حاجات دي أحبيبه في المدرسة مع تكرار الروتين هيبدأ يحبه جدا فيبدأ يمارسه بشكل ترقاء يبشر بقاءه في فترات طويلة فخدت عليه كروتين من أول سن المراقة هو كلام ده خلاص هو كبري الحاجات دي فهو محتاج تدعيم نفسي أكتر فمحتاج إنك تحبيبه بشكل غير مباشر مش محتاج نصايح عشان هو أوريدي بيبقى عنده تمرد تفعالي أو تمرد سلبي فمحتاج يديله معلومة هاية قصة القدوة أنا كنت بعمل كذا أو القدوة اللي هو بيحبها مع التدعيم والسامير مع اللي إحنا دايما مثلا أنا خلاص مذاكرة الأول أو إليه الكتاب معين هننزل المكافأة فرانية أو آخر أسبوع هتعمل كذا بنكبر شوية الموينسيت بتاعه كويس أوي يا رب الناس تكون استفتت بالنصايح دي يا دكتور نور وأنا سعدت جدا جدا باللقاءك النهاردة بشكل حك شكرا جزيلا حبيبي ربنا خليك شكرا جزيلا طبعا لدكتور نور أسامة استشاري الطب النفسي وتعديل سلوك الأطفال والمراهقين فقرة أعتقد كانت مهمة جدا وفكرة التنشيئ زي ما قلنا في البداية هي الأساس اللي من خلاله بتتشكل شخصية الأطفال أو الإنسان بمعنى عام فلو إحنا أهملنا الفترة دي هنلاقي صعوبات فيه الفترات اللي بعد كده خاصة فترة المراهقة نطلع لفاصل